السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين كل عام أنتم بخير تقبل الله منكم صالح الأعمال والطاعات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد إن شاء الله المرة الجاي يجعلنا الفطر السعيد والعيد يكون الحال أفضل من الحال وقد تحررت فلسطين من العدوان وللإحتلال الإسرائيلي اليوم إن شاء الله في خلال الفيديو بدنا نشوف حاجة جديدة في عندنا مشغل التطبيقات والبوكو لانشر أو مشغل بوكو تحديثين جداد 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 الآن وصلوا هننزل إن شاء الله تحديثين ونشوف إيش الأخبار وإيش الميزات وإيش الدنيا والرائحة كنوا معنا لا تنسى الضغر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة واتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد وخلينا نشوف التفاصيل ورجعنا لكم من جديد صلو على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أول حاجة مشغل بوكو مشغل بوكو إحنا بنعرف إنه مشغل بوكو لأجهزة بوكو ومشغل التطبيقات لأجهزة شاومي وردمي خلينا نبدأ في مشغل بوكو التحديث الجديد بالرقم الجديد هذا الموجود معنا التحديثات في الوقت الحالي أصبحت ممتازة وأفضل مما كان صار بالنسبة لهذه الخلفية اللي موجودة معنا الخلفية هذه اللون الأحمر وفي عندنا خلفية تانية هدول خلفيات شاومي 13 ألترا أنا حطيتهم على قناة تليجرام إذا أنت حابب تنزلهم حلوين جدا جدا يعني هاي قناة تليجرام هاي عندنا هنا الخلفية الأولى اللي هو لونها أخضر زي ما أنت شايف والخلفية التانية اللي لونها أحمر بتقدر تعينهم على جهازك اللي بتملكه وهي قناة تليجرام والرابط موجود في صندوق الوصف في قناة تليجرام للويلة خلفيات وفيه للتحديثات لما نيجع على الإعدادات هنا ونيجع على التأثيرات طبعا هذا الكلام كله موجود سابقا لأنه اللي هو تعيين الشاشة الافتراضية أنت ممكن تعيين الشاشة الافتراضية بدأك الشاشة الافتراضية هذه أو هاد الموجودات معنا في الجهاز في هنا التنسيق ممكن أربعة في ستة وخمسة في ستة تنسيق اللي هو التطبيقات يعني اربعة في ستة يعني اربعة تطبيقات تحت وستة بشكل عمودي نيجي تاني قفل تنسيق الشاشة يعني تقفل الشاشة متعملش ولا حاجة متقدرش تحرك ولا ايقونة يعني كيف زي هيكة لو قفلنا الشاشة شايف الايقونة هذه ما بقدر احركها شايف كيف الشاشة مقفلة خلاص اصبحت الشاشة مقفلة نيجي تاني نعمل زي هيكة ونفك الشاشة ونيجعل المزيد المشغل الافتراضي مشغل البوكو درج التطبيقات الدرج الاحلى اشي يعني انا بستخدم الدرج وبستخدم في اجهزة ايضا شاومي وريتمي ايضا الدرج الدرج حلو كتير كتير وبساعدني كتير كتير ان اللي هو اقتراحات عرض التطبيقات الاكتر استخداما في الدرج يعني التطبيقات اللي بتستخدمها مباشرة بتلاقي موجوده قدامك بتكاش تتغلب كمان في عنا ميزة هنا لو جينا على تطبيق الحماية شايفو وعملنا لوحد فراح صح بدنا نجيبه نوم بنجيبه بتروع على الدرج وبتكتب الحماية بتلاقي موجود طيب اينا حطينا الحماية تطلح هنا اينا حطينا طيب روحنا مسكنا الحماية وعملنا له حدف هي طيب وروح اقول اللي لجي تاني نجرب هاي الحماية هايو شايفو يعني ضلك احد فيه لبكرة الصبح كله بتلاقي في الدرج موجود مبروحش كلمة حدف هادي ما بتعني انه انت الغيت التسبيت لأ حدافت من الشاش الرئيسي لكن التطبيق موجود التطبيق موجود اما لو جيت زي هيك وعملت معلومات تطبيق وعملت الغاء التسبيت بنشال اما هذا لانه تطبيق اساسي ما بتقدر تشيله يعني لو جينا على حاجة تانية ممكن لو مسلا الساعة معلومات التطبيق برضو نفس الشيء ما بتقدرش تشيلها فيه انه بعض التطبيقات ممكن هذا التطبيق معلومات التطبيق هي الغاء التسبيت يعني بتشيله ما ببين خلاص بروح من الجهاز كله بالنسبة لفولدرات الفولدرات هادي اللي انا حطتها في الجهاز في البوكو هي مش موجودة في البوكو لكن في مشغل التطبيقات موجودة يعني في مشغل التطبيقات بتقدر تلقى لكن في البوكو ما هي موجودة كيف انا حطيتها ولا حاجة بتروح يا باشا عشان تعمل الفولدرات هادي بتروح على جوجل بلاي بتنزل تمام بعد ما تنزله بتعمل فتح زيك وبتعمل له سماع وبتطلع من المكان وبتيجي تعمل زي هيك وبتيجي على الاضافات وبتنزل تحت على الاخر بتش تلاقي هايو هنا ايو اس وجيتس تمام هايو موجود بتيجي هان هيك حج هيك بتيجي وبتختار الفولدرات تمام هايو شايفو فولدر هيو بتضغط عليه طغط زي هيك وبتيجي تحطه في مكان فاضي زيك تمام بتقول له السماح وانا ممكن تعرض اسمه او ما تعرضش اسمه وبتيجي تنقل تطبيقات اللي انت بدك اياها الان خلا نضيفها نقل طبعا اي تطبيق بتنقي بتعمل اللي يضغط زي هيك مباشرة هيحطه اوكي تمام بقول لك اختار اه دارك اه اللي هو اللون هيا شايف كيف اللون بتختار كمان اللي بدك اياه اوتو دارك اللي بدك اياه وتجي تضغط هنا بتعمل زي هيك وتلاقي التطبيق اللي انت نزلت ايو اس وجيتس ايو كل السماح تظهر فوق التطبيقات عشان يشتغل وبتيجي هنتسمي اسمه كمان اي اسم بدك اياه او اد واطس يرحمكم الله صار عندك اللي هو هاي فولدر وكمان بتقدر تكبره وتزغره زي ما انت عايز وهيه تمام واعمل فولدرات زي ما بدك وفي حاجات كتير هتلاقيه في نفس المكان تحديث مشغل بوكو او البوكولاونجر هتلاقيه موجود في قناة التليجرام وفي صندوق الوصف هيبتيجي عشان اول مرة هننعمله تحديث من هذا المكان من المدير الملفات هنعمل موافق وهنعمل الان تحديث لمشغل بوكو خلينا نيجي نمسك الجهاز التاني مشغل التطبيقات مشغل التطبيقات الان موجود التحديث هنا هاي عنا طبعا لو جينا قاررنا بين مشغل التطبيقات والبوكولا نشارها هتلاقي فيه الفروقات الفروقات اللي موجودة معنا تطلع الفروقات عنا تأثير التنقل موجود تعيين الشاشة الافتراضية تنسيق الشاشة طلع هنا فيه تنسيق الشاشة لا تظهر النص لا تظهر النص مش موجودة في البوكولاونجر تمام اربعة في ستة خمسة في ستة ما علينا هذا الاعدادات ما في مشكلة ملء خلاية التطبيقات نفس الاشي اذا اول حاجة في عنا في البوكو مش موجود انك تقدر اه تمسح او تشير الاسم نجعل مزيد بس لكن في حركة انا عملت لك اياها على ستة ايديت بتقدر تعمل هذا الكلام لكن هنا عندنا الشاشة الرئيسية فيها ممكن تستخدم الدرج ممكن الوضع البسيط كلاسيك هذا بالنسبة لها اما هنا عندنا بس فقط الدرج سرعة الحركة موجودة متوازن وبطيء وسريع التنقل لامات والازرار موجودة ملء الخلايا التطبيقات نفس الاشي موجودة وحجم الايقونة موجودة طلع معي هنا حجم الايقونة بتقدر تتحكم في حجم الايقونة زي ما انت شايف طلع وبالنسبة لها اللون اللون هذا بنقدر نتحكم في لون التطبيقات اللي تابعة تقريبا لجوجل او يعني اه بعض التطبيقات مش كل التطبيقات في الوقت الحالي بتغير لونها بس لازم يكون حاطت الثيم الاصلي او الثيم الافتراضي انا مغير الثيم فلذلك الان مش هتتغير لونها عشان انا حاطت ثيم اخر مش هالثيم الافتراضي تنسيق الشاشة لا تضر النزق لنا عنها قبل شوية رسوم متحرك الرونز العالمية انقر على الشاشة مرتين ايه ايش معناها هذا انقر مرتين على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية اللي قفلها ها في مساحة فارغة كان فارغ في الشاشة بيقفل تقريبا هذا يعني الاختلافات بالنسبة لمشغل التطبيقات اللي موجود معنا هنا الصحيح مشغل حلو كتير كتير وسلس وما شاء الله عليه اه الصحيح الشكل اللي انت شايفه كمان امامك هذا الشكل عملت عليه في فيديو على القناة الثاني يعده نزل ان شاء الله هتلاقيه موجود عليه كيف ان احنا نعمل هذا الكلام وفي عنا في المشغل التطبيقات تطلع معي هنا تعديل المجلد هذا التعديل المجلد اللي انا قلت لك مش موجود في البوكون لان شاء الله جبت لك المجلد انت ممكن تحط هذي المجلدات كبير وضخم وقياسي قياسي يعني صغير على اخر اصغر اش هي ونعمل زي هيك وتعديل المجلد وبنعمله ضخم واعطس يرحمكم الله لكن كيف اش رايكو في الشكل شايف كيف شكل اليوتيوب انا عجبني كتير كتير يعني شكل ايقونات بتحسه هذا ان شاء الله موجود على القناة التانية وهينزل الفيديو وهي مشغل التطبيقات وهي تحديث ايضا لمشغل التطبيقات كل واحد يعمل تحديث اذا انت عندك اندرويد ممكن يكون اندرويد عشرة او احداش ممكن يغلبك ما ينزل عليهم يعني انت بتجرب مش هتخسر شيء ولكن لانه هذا مشغل اربعة عشر مش تلات عشر مش تيجي على الاعدادات وبعد الاعدادات تيجي على التطبيقات وبعد التطبيقات ادارة التطبيقات تتعمل هنا في البحث او تكتب في البحث مشغل مشغل التطبيقات هايو هذا المشغل هو التحديث الجديد الغاء تسبيت التحديثات يعني انا بلغى اخر تحديث مسح البيانات ازا في عندك مشكلة حاجة فلذلك انه اخر تحديث هي بدك تشيله بتعمل الغاء تسبيت التحديثات وان شاء الله نلتقي في فيديو جديد وكل عام بخير. مناسبة ايدي الفطر السعيب. ولا تنسى الدعم بالاعجاب يا غالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام.